بسم الله الرحمن الرحيم درسنا النهاردة عن تحليل الكلمات تعالوا نشوف النشاط الأول طالب مني ايه بيقول لي اقرأ الكلمات التالية تعالوا نشوف أول كلمة كلمة إنسان كلمة الثانية عصفور بستان اخطبوط ابريق تعالوا نشوف احنا ليه قرأنا الكلمات بالطريقة دي قرأناها لإني أنا عايزة في التدريب أو النشاط الثاني بقول لي حلل الكلمات التالية لو نفتكر الأغنية اللي خدناها في الفصل مع بعض اللي خاصة بتحليل الكلمات أو تقطيع الكلمات قطع قطع الكلمات المد مع الممدود اللي اتنين مع بعض والساكن مع اللي قبله اللي اتنين مع بعض والمتحرك سيبه الوحد تعالوا نطبق الأغنية دي على الكلمة اللي معي كلمة فن جان عندي هنا حرف ساكن والغنية قدل الساكن مع اللي قبله إذن هاخد حرف الفاء مع حرف النون وحطينا السكون على حرف النون خلاص طيب بعد كده والمد مع الممدود عندي هنا في نجان حرقة طويلة مد ألف إذن المد مع الممدود حرف الجيم مع حرف الألف الحركة الطويلة المد والمتحرك سيبه الوحد وحرف النون هنا حرف متحرك إذن هو الوحد ومقطع الوحد تعالوا نقرأ الكلمة بطريقة الأرنب والسلحفاء الأرنب السريع هيقرأ فين جان أما السلحفاء تقول فين جان يلا الكلمة الثانية حقيبة حرف الحاء هنا جبع دي لحرف ساكن ولا حركة طويلة مد إذن حرف الحاء حرف متحرك حرف الحاء أهو والحركة بتاعته بعد كده حرف القاف حقيب أبرافو عليكم هنا في عندي حركة طويلة مد ياء إذن هاخد المد مع الممدود المد ياء مع الممدود حرف القاف هم هاخدهم مع بعد زي الأغنية مقالتلي دي القاف ودي المد والكسرة تحت القاف طيب بعد كده عندي حرف الباء حرف متحرك لوحده وعندي بعد كده التاء المربوطة حرف متحرك لوحدها حسنتم طيب كلمة يوسفي آه ده هنا في حركة طويلة أهي يوسفي مد واو إذن هاخد حرف الياء مع الواو المد مع الممدود وحط الضم على الحرف الممدود بعد كده حرف السين آه حرف هنا حرف متحرك إذن السين حرف متحرك وده حركة بتاعتها بعد كده آه يوسفي إذن مد وممدود حركة طويلة إذن حرف الفاء مع حرف الياء مد وممدود يلا نقرأ كده الأرنب هيقول يوسفي أما السلح فأي تقول يوسفي يوسفي يلا كلمة كلمة الأخيرة كلمة مصابيح هنا عندي حرف الميم حرف متحرك أهو حركة بتاعته مصاب أحسنتم حركة طويلة عندي مد وممدود حرف الصاد مع حرف الألف يلا نرجع تاني الكلمة آه عندي هنا برضو حركة طويلة مصابيح مد ياء المد مع الممدود إذن حرف الباء وحرف الياء مع بعض المد مع الممدود وبعد كده حرف الحاء هو حركة هنسيبه حرف متحرك هنسيبه لوحده يلا نقرأ بطريقة الأرنب هيقول مصابيح أما السلح فأي تقول مصابيح أرجو نكون نستفدنا من الدرس بتاعنا وبالتوفيق بإذن الله مصابيح